حتى وانت بتستذكر كلمة الروح جات بعد محمد سيد غريب وده فكرة اللعيبة يا أسامة والمشاعر والتفاعل بتاعهم وروحهم هو بيعكس اللي انت بتقوله ده في مباراة المقولين كمان انت بتشوف انت بتقدر ترجع في المباراة الإسماعيلي راكل الجزاء عندك إصرار انك تسجل في الدقائق بلاس 90 المباراة اللي بعدها حتى لو الهدف تلقى زي ما انت بتقول بس فكرة الإصرار فكرة الروح فكرة الرغبة فكرة ان انت تحس ان لأ اللعيبة آه ناشئين وآه فرصة كتير جدا من الأسماء الجديدة بتاخدها حتى مصطفى شبير انا بصراحة لا معجب بي على فكرة الفوتورك وعايز استنى اكتر عايز استنى اكتر قبل محكم عليه حكم مطلق بس فكرة الفوتورك بالنسبة لحراس المرمى في نصر وفكرة استخدام القدمين لا حلو جدا هو بيشتغل بفكرة طريقة حراس اليد وده وده جميل كمان مغربي انا من اللعيمة اللعجباني جدا في البطولة وشايف ان كمان ونصير عشان ما ذكرتش نصير طبعا كمان مغربي بشوف ان لا يقدر يدخل خصوصا في طريق 3-4-3 لو هو عكا يكون لعيب موجود من الاتنين السنتر بيكس اللي محمدي فاتحي لا يقدر يدخل والجاب اللي ما بينه وما بين اللي بيلعب مش بعيدة قوي ودي حاجة مهمة انا كمان عايز اقول حاجة انا بحب اللحظات اللي انت بتفرض فيها فلسفتك وشخصيتك على الاخر يعني احنا دخلنا البطولة فكرة غندي كده لما قال في البداية تجاهلونك ثم يحاربونك ثم تنتصر انا بشوف ده اللي حصل للنادي الاهلي انت دخلت فرضت علي الجميع فكرة فلسفتك في البطولة في البداية كان فيه انكار لها وان دي بطولة والنادي الاهلي وما ينفعش ولازم تشارك بمجموعة لعبين معينة ولازم تلعب على فكرة الفوز مع الوقت انا بشوف النهاردة في كل استوديوهات وانا جاي او بعد مباراة الزمالك الكلام بفكرة ان الاهلي عمل كذا حتى كابتن فاروق جعفر انت عارب بقى كابتن فاروق جعفر فاهم الحركات دي يعني قال لك ارتيرون انت جاي تبدأ من الدقيقة حاجة وسبعين بعد ما المباراة وبنت رايحة فين تروح من الزل اتنين او تلاتة ناشئين هو مش ده الدفع بالناشئين لو انت فلسفتك الناشئين بجد كنت دخلت البطولة انما انت نتج عن فلسفتك انه بان ان البودلاء اللي بارقام كبيرة جدا وهو دول اللعبة اللي مفروض ان هي ستاند باي لفريق الاول لا واضح ان عندك دروف فيهم كبير جدا من ان الزمالك بيأتي متأخرا الاخير في جدوة المجموعته كمان عنده رقم سلبي جدا هو في المباريات المستقبل خمس اهداف هو مينس خمسة مسجلش اهداف خالص فانت بتشوف النادي الاهلي لا فرض فلسفته خلت جميع يحتنم تجربته وده الشيء الصعب جدا في الكور